بالنسبة لموقع المعدة فبنلاحظ أن المعدة بتقع في الجانب الأيصر العلوي من تجويف البطن أسفل القبة اليسر للحجاب الحاجز الجزء العلوي من المعدة بيتصل بالمريء واللي اسمه أسوفيجس عند منطقة اسمها كارديك سفينكتر أو كارديك أوريفس فبيتكون جانكشن أو نقطة اتصال اسمها جاستروسوفيجيال جانكشن المعدة بتحتوي على two borders اللي هم حفتين أو حدين الحد الأصغر بيسمى laser curvature والحد الأكبر بيسمى greater curvature بيقع ما بينهم أكبر جزء من أجزاء المعدة وهو جسم المعدة بيسمى body of the stomach الجزء العلوي من المعدة بيكون على شكل دائري ويطلق عليه اسم فاندس والجزء السفلي بيطلق عليه اسم بيلوريك أنترام واللي منه بينتقل الطعام من المعدة إلى الاثنى عشر والتي تسمى ديودنم من خلال عضلة اسمها بيلوريك سفينكتر ومن خلال منظر محوري اللي هو منظر محوري اللي هو axial view بنلاحظ أن السطح الأمامي من المعدة بيكون متصل بالدايفرام اللي هو الحجاب الحاجز والانتيريور اب دومنا الول اللي هو جدار البطن الأمامي والليفت اللي هوبوفزاليفر اللي هو فص الكبد الأيصر وبيقع خلف المعدة كل من الاسبلين اللي هو الطحال والليفت أدرينا الجيلاند اللي هي الغدة القذرية اليسرى والليفت كيدني اللي هي الكليا اليسرى وعلى السطح الداخلي للمعدة بنلاحظ أنه بيحتوي على أجزاء اسمها prominent fold وده عبارة عن طبقات برزة كلها على بعضها بيطلق عليه اسم روجي وظيفتها أنها بتسمح بتمدد المعدة بنسي